اخبار من الحدث بعد تأكيد واشنطن أنها لن تقدم أي تنازلة لإيران طهران تنسف خمسة زائد واحد وزير الدفاع الأمريكي يبحثوا باتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي برامج التعاون الدفاعي والشراكة الأمرية المتهمون بمسؤوليتهم عن انفجار مرفأ بيروت ينجحون بعرقلة التحقيق مع تنحيتهم للقاضي فادسوان التغيير الديمغرافي في غطط دمشق الشرقية يبدأ بمصادرة الأسد مئات العقارات والمنتلكات والطوطين مواليه بالتزامن مع الذكرى الثانية للحركة الشعبي في الجزائر الرئيس يطلق صراحة سجناء من الحراك ويعيدوا بإصلاحات خبراء الصحة العالمية متفائلون بعلاج واعد لكورونا قريب ألهم بكم إلى هذه النشرة في تغريدة على موقعها على تويتر قالت الخارجية الإيرانية إنه لا وجود لمجموعة خمسة زائد واحد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في رد على الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في مقاربتها الجديدة للملف نووي الإيراني وعلى رأسها قبول المشاركة في مباحثات برعاية أوروبية لإعادة إحياء الاتفاق النووي ودع وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف واشنطن إلى رفع العقوبات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بدون أي شروط زاعما أنه إذا تم ذلك ستلغي طهران جميع الأجراءات المتعلقة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي ظريف هاجم الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر موقفه متخاذلا وزير الخارجية الإيراني قال إنه بدلا من التفلسف والقاء المسؤولية على عاتق إيران فإنه على ترويكا الأوروبية الوفاء بالتزاماتها معتبرا أن إقدام إيران على تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي يأتي في سياق الإجراءات التعويضية ردا على ما وصفه بانتهاكات الولايات المتحدة وترويكا الأوروبية يعرف الأوروبيون أننا منحناهم سنة لاتخاذ إجراءات لتعويض الماضي لكنهم لم يفعلوا لم تعود الولايات المتحدة إلى التزاماتها على الرغم من إعلانها فشل سياسة الضغط الأقصى إلا أنها تواصل القيام بذلك لذلك على الأوروبيين أن يدركوا أن الضغط على إيران لا يجدي وأن البيانات التي لا قيمة لها لن تكون لها نتائج بمجرد أن نرى تحركا من جانب الولايات المتحدة وأوروبا للوفاء بالتزاماتهما سنرد على الفور ونعود إلى التزاماتنا وفي مواجهة الانتقادات الإيرانية للشركاء الأوروبيين دعت بريطانيا إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي مضيفة أن على الغرب الكف عن إرسال إشارات على استعداده للتغاضي عن انتهاكات طهران وفقا لتصريحات وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية جيمس كيلفري قال لوسائل الإعلام أنه أكد ويجب على الغرب الكف عن إرسال إشارات على أنه سيغض الطرف عن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي أو يتظاهر بأنه لا يراها مضيفا أن الأمر في يد إيران وهم من ينتهكون شروط الاتفاق وهم من يمكنهم فعل شيء بهذا الشأن وبالتالي عليهم العودة إلى الالتزام به وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عبر عن قلقه إزاء السمرار إيران في عدم الامتثال لخطة العمل المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي لا سيما بعدما أبدت واشنطن استعدادها لاستئناف المحادثات مع طهران التزام إدارة بايدن بالانخراط دبلوماسيا مع إيران وأحياء خطة العمل الشامل المشتركة كان واضحا للغاية ويبدو أن تحقيق ذلك في الوقت الذي تهدد فيه إيران بمزيد من عدم الامتثال فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي يشكل أمرا مقلقا للغاية وكل هذا سبب إضافي وراء رغبتنا في العمل معا وإعادة تنشيط الدبلوماسية وتعزيزها ورسم الطريق إلى الأمام كما وصف وزير الخارجي الألماني كماسا لإجراءات الإيرانية في الملف النووي باللعب بالنار مضيفا أن الطريقة التي تتجاهل بها إيران التزاماتها تقلل من أي شفافية في التعامل من فاريس ينضم إلينا المحل السياسي محمد كالش مرحبا بك أستاذ محمد طهران تنظر إلى الأوروبيين مرحبا بك بأنهم يتفلسفون كثيرا بدل من أخذ زمام المبادرة من أجل تقريب وجهات النظر ما بين طهران وواشنطن برأيك ما المطلوب الآن من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تجاه الملف النووي الإيراني لم يقصر أبدا الاتحاد الأوروبي في تقريب وجهات النظر في محاولات تقريب وجهات النظر بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية لعب دور الوسيط ومع ترامب خلال حكم ترامب وفشل فشلا ذريعا في ترطيب الأجواء بين الجانبين وحمل ترامب على العودة عن التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني الكلام الذي يقوله وزير الخارجية الإيراني اليوم هو هجوم بالمعنى الكامل على الاتحاد الأوروبي لكن من الممكن وضع هذا الكلام في إطار رفع لصقف المطالب الإيرانية في وجه المرونة المفاجئة ممكن وصفة أيضا التي أبداها الرئيس الأمريكي بالنسبة إلى موضوع الملف النووي الإيراني هذا احتمال أن يكون المناخ الإيراني مناخ رفع سقف مطالب لربما كان هناك ليس من مفاوضات وإنما مباحثات جانبية بين إيران وبين الأوروبيين بشكل خاص وبينها بإيران وبين المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت ميلي لاحقا إذن إيران ترفع سقف مطالبها لكن أيضا هي حاسمة في تشددها حاسمة بالنسبة إلى التمسك بعدم تقديم أي تنزل على أساس سياسة محمد تتعامل إيران نعم على أساس تتعامل إيران بهذه السياسة رفع المطالب وأيضا التعنت وانتقاد الآخرين ما الذي يساعدها خاصة وأن الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني ليس على ما يرام إيران بكل الاحتمالات حتى مع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 تعتبر نفسها خاسرة وإنما خاسرة بكبرياء وهي مع هذه الخسارة ليست مستعدة لتقديم تنازل أكثر مما قدمته في عام 2015 بعد مفاوضات طويلة استمرت مباحثات واتصالات ومفاوضات طويلة استمرت نحو ثلاثة عشر عاما وهي اعتادت على مثل هذه التفاوضات وعلى مثل هذه المواقف التي يمكن وصفها بكل بساطة بالمراوغة مواقف تتعاطى مع الدول الغربية بهذا النهج وهي مستعد على ما يبدو على أن تبقى على هذا النهج حتى سنوات خلال السنوات اللاحقة الأربع سنوات التي مع نهايتها في عام 2025 ينتهي عمليا هذا الاتفاق لتبدأ مفاوضات لربما بدأت مفاوضات لاحقة هذا هو النهج سياسة الإيرانية بالنسبة إلى ملفها النبوي ستبقى معي أستاذ محمد سعود إليك بعد قليل على الرغم من تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة إعلاميا حول الاتفاق النووي ومن المتسبب بالأزمة بين البلدين أفادت مجلة بوليتيكو نقلا عن أشخاص مطلعين على نقاشات الإدارة الأمريكية حول الاتفاق النووي إلى وجود الكثير من الأراء المختلفة حول عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن محور نقاشات داخل الإدارة الأمريكية يتمثل في العودة إلى الاتفاق الأصلي أو السعي إلى صفقة أكبر تشمل قيودا على برنامج الصواريخ الباليستي الإيراني في كلتا الحالتين فإن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو الحصول على نوع من الاتفاق المؤقت الذي يمكن أن يبني الثقة بين الجانبين وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات فإن الاتفاقيات المؤقتة قد تشمل تخفيف عقوبات محدودة على إيران كالسماح بمبيعات النفط مقابل وقف طهران لبعض التحركات التي قامت بها مؤخرا كرفع تخصيب اليورانيوم مجلة بوليتيكو أشارت إلى أن النقاشات بين كبار المساعدين تمحورت حول المسار الأفضل الذي يجب اتباعه للوصول إلى الصفقة المجلة ألمحت كذلك إلى أن كبار مسؤولي الأمن القومي هم أكثر ميلا إلى السعي للتوصل إلى صفقة أشمل على الفور بدلا من محاولة إحياء نسخة عام 2015 هذا وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قبلت دعوة لحضور اجتماع غير رسمي مع إيران في حين لم يتم التأكيد إذا كانت إيران ستوافق على هذا الاجتماع وأوضح المسؤول بأن الأمم المتحدة ستوجه الدعوات ولن يكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية لافتا إلى أن المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي سيمثل وفد الولايات المتحدة خلال الاجتماع وبحسب المسؤول فإن واشنطن لا تتوقع حل كل القضايا الخلافية مع إيران خلال الجلسة الأولى المسؤول الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التراجع عن العديد من الخطوات مثل منع المفتشين الدوليين وبحسب المسؤول الأمريكي فإن واشنطن لن تقدم تنازلات لإيران بل ستسعى لتفعيل الدبلوماسية وأضاف أن الولايات المتحدة تريد توظيف مجلس الأمن المساعدة بحل الموضوع الإيراني وأن ممثلها في الأمم المتحدة قدم رسالة إلى المندوبة البريطانية لسحب إعلان ترامب بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستخفف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين فيها وأضاف أن قرار مجلس الأمن حول إيران سيبقى ساريا المفعول أعود إلى ضيفي من فريس الأستاذ محمد كلش مرحبا بك مجددا أن أستاذ محمد هل وارد أن يكون هناك اتفاق مؤقت وفق سعي الإدارة الأمريكية الجديدة وتقريب وجهات النظر من قبل بعض الأطراف كما يقال الكرة في الملعب الإيراني لكن إيران تريد أن تظهر وهي قادرة على لعب هذا الدور بأنها هي الممسكة بهذه اللعبة لعبة الإختبار القوة بإختبار القوة ما بين الدول الغربية وبينها وهي تستخدم أكثر وأكثر ورقتها الإقليمية ورقة التدخل الإقليمي وهو ما يظهره أظهرته خلال الأيام الأخيرة أو حاليا الحرب أو اتساع دائرة الحرب في اليمن هجوم الحوثيين على مأرب والكل يعرف أن إيران قادرة على الضغط على الحوثيين لتدفع بهم نحو خط السلام أكثر وأكثر والتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب في اليمن لكن هذه الحرب استمراريتها طبعا تصب في مصلحة إيران إذا اعتبرنا أن اليمن هي ورقة من أوراق ضغطها على المستوى الدولي إضافة إلى أوراق ضغطها في الدول الإقليمية الثلاث الأخرى أستاذ محمد بالدقيقة المتبقية إذا سمحت لي ملف الصواريخ الباليستية أو ملفات المنطقة العربية هما الأقرب للنقاش من قبل الولايات المتحدة مع طهران من أجل تنازلات سحب تنازلات منها هناك موقف واضح لبايدن قالها بايدن قبل حفل تنصيبه بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وحفل تنصيبه قالها بوضوح أنه قد يكون متطلبا أكثر من أوباما في الموضوع النووي الإيراني أو في العلاقة مع إيران مركزا على موضوعي الصواريخ الباليستية والتدخلات الإيرانية الإقليمية هاتان المسألتان لم تكن مطروحتين بشكل خووي في عام 2015 شكرا جزيلا لك من باريس المحل السياسي الأستاذ محمد كلش نبقى في الملف الإيراني حيث أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن إيران اعتقلت قبل نحو إسبوعين مواطنا إيرانيا يحمل الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى آخر ألماني في محاولة لاستخدام اعتقالهما كوسيلة ضغط لإطلاق صراحة دبلوماسي الإيراني أصد الله أسدي وبحسب لوفيغارو اعتقلت إيران هذين الشخصين قبل صدور حكم محكمة بلجيكية ضد أصد الله أسدي في الرابع من فبراير وأتاتي أنباء الاعتقالات الجديدة بعد أيام فقط من إعلان 58 دولتان في بيان غير ملزم صدر بمبادرة من وزارة الخارجية الكندية أن اعتقل الرعاية الأجانب وأن استخدامهم كوسيلة ضغط هو سياسة غير مقبولة أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على السعودية مضيفا أن واشنطن ملتزمة بمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها جاء ذلك في اتصال من وزير الدفاع الأمريكي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي شكر فيه ولي العهد السعودي على التزام الرياض بالتوصل إلى تسوية سياسية في الملف اليمني مؤكدا على دور السعودية المحوري لأمن واستقرار المنطقة مشاهدين للحديث عن المكالمة الهاتفية ما بين وزير الدفاع الأمريكي وولي العهد السعودي ومجريات الأمور في الملف اليمني معنا في الستيديو الزميلة ميس الحربي تحدثنا أكثر بحثت في هذا الموضوع مرحبا بك يا ميس وزير الدفاع الأمريكي وهاتف فجر اليوم ولي العهد السعودي ما الذي جرى وما الذي دار بين الطرفين حسين طبعا هو هذا الاتصال الأول لليود أوستن منذ تولي منصب قيادة وزارة الدفاع الأمريكية طبعا أوجه العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض وسبل تعزيزها كانت محور المكالمة خصوصا في مجال التعاون الدفاعي إضافة إلى بحث التطورات الاقليمية اتصال وزير الدفاع الأمريكي بنظير وزير الدفاع السعودي وللعهد الأمير محمد بن سلمان أدان الهجمات الحوثية على السعودية وأكد أيضا أن واشنطن ملتزمة بمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها شاكرا وللعهد الأمير محمد بن سلمان على جهود السعودية للوصول إلى تسوية سياسية في الملف اليمني أيضا ردع إيران تصدر أجندة المكالمة التي تحدث فيها أوستن عن الالتزام الأمريكي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعتعة للأمن والاستقرار وهزيمة التنظيمات الإرهابية في المنطقة مشددا على أن السعودية ركن من أركان الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أعلان البنتاجون عما جاء في المكالمة الهاتفية وزير الدفاع الأمريكي غرد عن العلاقة السعودية الأمريكية ووصف مكالمته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمثمرة فلنتابع معكم تصريح موسيقى موسيقى إذن رئيس البنتاجون تحدث عن الالتزام المستمر بين واشنطن والسعودية والشراكة التي استمرت سبعين عاما مشددا على أنه يتطلع للعمل مع الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين حسين طيب كل هذا الحديث يا ميس عن التسوية السياسية في الملف اليمني كلام الأمريكيين كلام المبعوث الأممي دور السعودية الباذل لهذا الموضوع وتحقيق اليمن يقابله تصعيد على الأرض بالفعل يعني المشهد على الأرض بالفعل أحسين المشهد على الأرض طبعا نقدر نقول أن المواجهات العسكرية مستمرة على عدة جبهات في مأرب والهجمات والاعتداءات الإرهابية للحوثي مستمرة بمسيرات المفخخة على الأراضي السعودية أمس الخميس المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني جريفتس وفي إحاطة الأممية طالب ميليشيات الحوثي بالوقف الفوري لهجومها على مأرب مؤكدا على أن أي نجاح لوقف إطلاق النار لابد أن يرتبط بالمسار السياسي نتابع معكم طلب مارتيني جريفتس بميليشيات الحوثي اشتركوا في القناة قد تكون هناك مشكلة تقنية ولكن طلب جريفتس توافق مع الطلبات مماثلة من مندوب واشنطن وباريس ولندن أيضا في مجلس الأمن أما قادة ميليشيات الحوثي فتعتبر أن الهجوم على مأرب محاولة لتعزيز موقفها السياسي في أي مفاوضات قادمة وبالتالي تواصل حشد المقاتلين للجبهات واستهداف أيضا المدنيين وقصف مخيمات النازحين حيث يتواجد في مأرب نحوم مليوني عفو النازح من مناطق انقلابيين يتوزعون على تسعين مخيما في المدينة وضواحيها حسين نعم شكرا جزيلا لك يا زميلة ميس الحربي على كل هذه التفاصيل أفادت وكالة الإعلام اللبنانية بأن مجلس القضاء العلى بحث قرارات تنحية القاضي فادي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت وأبقى جلساته مفتوحة لحين صدور قرار اختيار المحقق العدلي الجديد وتسلمه الملف وفي الوقت الذي ينتظر فيه من مجلس القضاء العلى اقتراح وزيرة العدل للأسماء المرشحة لتعيين محقق عدلي جديد لدراستها والموافقة على اسم منها كشفت مصادر عن أن برصة المرشحين لخلافة القاضي فادي صوان تشمل خمسة أسماء كانت مصادر صحفية لبنانية تحدثت عن أن القاضي فادي صوان أبلغ صباح اليوم بقرار محكمة التمييز الجزائية أبلغ بكف يده عن النظر بدعوى انفجار المرفأ مزيد من التفاصيل مشاهدين عما يحدث في العاصبة اللبنانية بيروت وعلى وجه التحديد فيما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت مع الزميل توني مزرعاني مرحبا بك يا توني مزال خير حسين إذن مشاهدين اتخاذ محكمة التمييز الجزائية قرارها بالأكثرية بمنع المحقق العدلي فادي صوان من متابعة التحقيق في ملف انفجار المرفأ يفقد صوان بهذا القرار صفة المحقق العدلي وأصبح لزاما عليه أن يحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية فور تبليغه مضمون قرار المحكمة وهذا يستدعي مسارعة وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال إلى تسمية قاد آخر لتولي هذه المهمة وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه ليباشر القادي الجديد تحقيقاته في الملف وهنا لابد من معرفة الأسباب التي استندت إليها محكمة التمييز لإيقاف القادي صوان عن المتابعة في التحقيق حيث أوضح مصدر قضائي للشرق الأوسط أن ثبوت تضرر منزل القادي صوان من انفجار المرفأ يجعل من صوان أو أي قاضي آخر متضرر من انفجار المرفأ يفتقد إلى الحيادية والتجرد وأيضا حتمية وجود صوان في عداد المتضررين وإصابة منزله بأعطال وتكسير تجعله مدعيا مفترضا وإن لم يتم التقدم بدعوة شخصية حيث تضعه في موقع الخصومة مع المتهمين بالتسبب في انفجار المرفأ وهذا يصعب عليه اتخاذ قراراته بتجرد وحيادية مما يجعل عنصر الارتياب المشروع في استقلالية صوان أمرا متوفرا وبالتالي يقتضي كف يد الصوان عن هذا الملف في المقابل اعتبر مصدر قضائي آخر أن تضرر منزل القاضي صوان ماديا بفعل الانفجار لا يؤثر على تجرده خصوصا أن الأخير لم يكن هو ولا أحد من أفراد عائلته في عداد المدعين وهذا لا يجعل منه فريقا في الدعوة الحاضرة كما أنه ليس ثمة مادة قانونية تتحدث عن مدعي مفترض فأما أن يكون الشخص مدعيا بشكل نسمي وأما لا يكون كما أن إصرار المحقق صوان على استدعاء الوزيرين خليل وزعيتر للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير الأسبق يوسف فنيانوس في ملف انفجار المرفأ أثر انتقاضات سياسية من جهات عدة لأنهم يتمتعون بالحصانة وفي هذا الخصوص المفكرة القانونية وهي منظمة غير حكومية تعنى بشرح القوانين أوضحت أن الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزرية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتاليا لا القتل ولا الفساد وعلقت المنظمة على عزل صوان أنه بمجرد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطا أحمر للتحقيق واعتبرت المنظمة أن هذا أمر خطير للغاية وصفة إياها بالخطوة السلبية واعتبرت أن وضع خطوط حمر وهو أمر تقليدي في لبنان يحول دون تحقيق أي عدالة هذا هو كل شيء حسين عود لك شكرا جزيلا لك توني على كل هذه المنظمة شكرا لك من بيروت ينضم إلينا رئيس مجلس شورى الدولة سابقا القاضي شكري صادر مرحبا بك أستاذ شكري لا أدري الموضوع بين ليلة وضحاها كما يقال يزاح القاضي فادي صوان الذي إلى حد ما وثق فيه الشارع اللبناني من أجل الاستمرار في مسألة التحقيق في هذه المسألة ما الأسباب ومن البديل؟ بالأول صباح الخير لألك وللمشاهدين الكرام صباح النور ثاني شغلة بحب أولى أنه أنا بعدني بفهم أنه هالطبقة الحاكمة هي لا زالت منذ 25 سنة يعني عم بتجري بتحقم السلطة القضائية إنما تنوصل أنه القضاء هو يبلش يقوص على السلطة القضائية هذا شيء ما كان بالحسبان يعني اليوم أول ما صار انفجار المرفع وهو الانفجار اللي يشكل جريمة ضد الإنساني بحسب حجم الضحايا اللي تفوق الميتان ضحيين ست تلات مصاب وثلاثمائة ألف منتهجروا من بيوتهم هيدا كان بيقتضي بيقضي مينموم إنه يكون في تحقيق دولي لمعرفة خفايا هالانفجار لمعرفة كل الروابط تبع هالانفجار ما إذا كان ناتج عن عمل عسكري ما إذا كان ناتج عن عملية كوماندوس ما إذا كان حريق مفتعل وبالآخر ما إذا كان نتيجة إهمال وقلة احتراز من قبل المسكول إذن هالتحقيق الدولي سكر من أول نصف ساعة بعد الانفجار بتصريح لفخامة رئيس الجمهورية اللي بيقول فيه أنه لا نحتاج إلى تحقيق دولي يعني لا نحتاج إلى تحقيق دولي وعطى السبب لأن التحقيق الدولي يميع الحقيقة هذا سبب بالأليل يميع الحقيقة سيادة القاضي إذا سمحت لي يعني يميع الحقيقة هذا يعني بأن الرئاسة تمتلك أدوات من الممكن أن تصل إلى الحقيقة هل هذا وارد؟ هل نحن في صدد انتظار الحقيقة؟ وبرأيي تصريح أكتر من المتسرح تصريح خاطئ خاطئ بالأساس خاطئ لأنه ما بتصور أنا أنه تحقيق قادر يفتح بواصلة الأمم المتحدة على كل البلدان اللي عندها أقمار إصطناعية على كل المخابرات أو المختبرات اللي فيه عندها إمكانيات هائلة ما بتصور أنه هالتحقيق يقوله قدراً عن التحقيقات اللي بده يقوم فيها القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية ما لازم ننسى أنه من سنة 2005 لسنة 2015 صار فيه عندنا 12 اغتيال 12 اغتيال أحيلوا إلى القضاء اللبناني وما تبين ولا نتيجة باغتيال واحد منه شو حال بجرم منها النوع جرم يوصف بالجرينة ضد الإنسان إذن أول شغلة قرر فخامة الرئيس ومن حول فخامة الرئيس أنه تحقيق دول ما بدنا نعطيتنا القضاء اللبناني الآن القضاء اللبناني عنده إمكانيات محدودة ومتل ما منعرف أنه المحقق العدلي حتى لو كان محترم كآضي أو كآضي تحقيق لازم يعمل استنابات لأنه هو منه خبير متفجرات يعمل استنابات إلى الأجهزة الأمنية اللي هي بتفيده بتفيده على عن الخلفيات أو المعطيات اللي موجودة عندها بشأن هالانفجار طيب أليس من مصلحة الدولة اللبنانية بهرمها الرئاسي الموجود الحالي الرئيس ميشيل عون أن تكشف الحقيقة سيادة القاضي أستاذ شكري ما الذي يمنع من ذلك إذا كان هذا التفجير وصف بأنه ثالث أكبر تفجير في العالم نعم مبدئيا مبدئيا أكيد الكل بدهم أنه تبين الحقيقة إنما الوصول إلى الحقيقة اليوم في عنده ضوابط عند الطبقة الحاكمة اللي موجودة عندنا اليوم يلي هي نحنا بدنا بس قضاء لبناني وأجهزة أمنية لبنانية تتعاطى لأنه بدهم يضل التحقيق في عين عليه ومطبوط مطبوط شيء اللي ما ممكن يصير لو لا فيه تحقيق دول هلا تنرجع لقضية الرئيس صوان الرئيس صوان بلش بالمعطيات اللي عنده لأنه ما لازم ننسى أنه الرئيس صوان المحقق العدلي هو اللي بيحط استراتيجية تبع الملف وتبع التحقيق تقرر الرئيس صوان يستمر إلى وزيرين سابقين وإلى رئيس وزارة كمان سابق يعني لأنه الحكومة مسئلة قرر يستمع لهم بصفات مدعا عليه لأنه في عنده مستندات بتقول أنه هالوزيرين وهالرئيس الوزارة السابق عندهم كان علم أكيد بوجود النيترات دامونيو قرر يستمع لهم وإذ بتهب الجمهورية كلها غيرة الدين بتبلش نعم الأقواص على القضاء بيبلش وبيبلشوا أنه الرئيس صوان ما لازم يكفي بالتحقيق وبينعمل تعرف بالسلم اللي عندنا بالقضاء في عندك تنحي القاضي بعدين في عندك رد القاضي بعدين تالت درجة والأخطر هي اتهام القاضي بالارتياب المشروع إذن تهم القاضي بالارتياب المشروع هلأ هالقرار اللي صدر بنتيجة هالدعوة بناء هالدعوة هالشكوى اللي بده تأدي إلى تنحية القاضي صوان للارتياب المشروع إجيت عند محكمة التمييز ومحكمة التمييز فصلي بشكل أقل ما يقال فيه إنه ما كان منتظر أبدا طيح لا سيما لهاللي بيقرأ هال هالأرار وبيشوف على شو استاندت محكمة التمييز لحتى تحكم بتنحية طيح الرئيس صوان عن المشروع إذن من وجهة نظرك هذا القرار هو خاطئ أشكرك هذا ما أفهمه منك على الأقل يأسوا من نقلت من نقلتان أبدا لأنه يعني الرئيس صوان لما نجاوب على دعوة اللون أنا ما أحمد نعم أشكرك القضية كبيرة أشكرك أنت وقتي رئيس مجلس شورة الدولة شورة الدولة سابقا أهلا القاضي الشكري الصادر كنت معي من بير شكرا سيادة القاضي أهلا بعد أن كان نظام سوري قد أعلن مطلع الشهر عن نيته البدأ بمصادرة ممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادرة مئات العقارات والممتلكات في الغوطة الشرقية خلال الأسبوع الماضي من موجب قرار الحجز الاحتياطي حيث تعود ملكية جميع تلك العقارات المصادرة لمعارضين نازحين داخليين أو مهجرين كما أن بعض تلك الممتلكات التي صدرت يقطنها أقارب أصحابها وأمهلتهم دوريات الأمن العسكري التابعة لنظام مدة عشرين يوما لمغادرتها وفي السياق ذاته كشف المرصد عن اتهامات للنظام باتباع سياسة التغيير الديموغرافي لسكان المنطقة وذلك عبر توطين ضباط من أبناء الساحل السوري برفقة عائلاتهم في بعض المنازل التي طالها قرار الحجز فيما تتواصل عملية شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة الشرقية من قبل أشخاص تابعين لفصائل موالية لإيران بحسب ما أكد المرصد من بيروت تنضم إلينا الكاتبة السورية عالية منصور مرحبا بك أستاذة عالية ما مدى صحة الأخبار فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي على لسان المرصد السوري لحقوق الإنسان في العاصمة السورية دمشق مرحبا عزيزي التغيير الديموغرافي بدأ بسوريا منذ استلام البعث ومنذ استلام تحديدا حافظ الأسد بقوانين يصدرون قوانين كل فترة وعن طريقة بيصير التغيير الديموغرافي ما يحصل حاليا هو تتم لما بدأ به نظام بشار الأسد تحديدا مع بداية الثورة لما أنت بتهجر أكثر من نصف الشعب السوري نسبيا هي أكثر بين لاجئين خارج سوريا ونازحين داخل سوريا تقتلعهم من أراضيهم أولا تمنعهم من العودة إلى منازلهم وبعدها بتبلش تصدر قوانين وطبعا تجلب آخرين من إيران والعراق ولبنان تجلبهم هلأ صار وقت تمكين قانونيا بين قوسين لإعطائهم الأراضي ومنازل معارضين أو حتى السوريين غير معارضين الذين بموجب اتفاقات لما كان بشار الأسد ومن معه يحاصلون الناس ويقتلونهم تحت الجوع بالأخير كان دائما ينتهي الحصار بتهجير أهالي المنطقة هجرنا هون هلأ بتكفي النظام أو هذه العصابة لأنه قتلوا سرقة بيستملكون أملاكهم وموضوع الزبداني سبقوا موضوع القصير طبعا في دخل حزب الله على القصير هجر أهالي القصير واستملك حزب الله والهلأ يعني القصير مش معروف هي تابع لسوريا أو تابع لولاية حزب الله طيب آخر المعلومات فيما يخص القصير يعني كونك مررت عليها سريعا أرض سوريا أم تتبع لحزب الله صراحة هي كل سوريا صارت تتبع للدولة الفارسية للإمبراطورية الفارسية بدأوا بتهجير القصير ثم بتهجير حمص بابا عمر ما حصل بالوعر تهجير أهالي الوعر بعد حصار داما سنوات وتجويعهم هجروهم ممنوع يرجعوا على بيوتهم ويتم استملاكها هي المشكلة مش بالاستملاك فقط أنه ضباط من الساحل السوري من الطائف العلوية هذا حصل من أيام حافظ الأسد مش هجرة داخلية مثل ما بتصير بكل دول العالم أنه عالم تنزح من الريف إلى المدينة لا الهدف هو تغيير ديموغرافي في مشكلة بسوريا أنه حسب يعني موقع سياي اي 80% من شعبة من السنة طيب موابنا نروح فيها هجرنا نصن وقتلنا نصن بعد عنده شوي بشار الأسد وبركي بينجح هو وإيران ماشيين بحلقات التشييع ودفع الأموال مقابل التشييع وصرنا نسمع بانشقاقات من الجيش العربي السوري للانضمام إلى ما بعض شو اسمه الجيش الإيراني الميليشيات الإيرانية يعني هي بطلت دولة وبطلت بلد يعني أرض مشاع وبشار الأسد لا يبعى هاي الكرسي قتلنا الشعب هلأ مناخذ الأراضي ومنملك تتكلمين عن سوريا أستاذ عام؟ يعني ما حصل بحمص بالوعر وسابقا وسابقا ما حصل بحمى بالثمانينات كمان ننسى أن حافظ الأسد هجر أهالي حمى ومنع معظمهم من العودة وهلأ هجر أهالي حمص هجر بابا عمر بيرجعوا أصدروا قانون بالـ 2012 أو 2013 على أساس تنظيم مدني أي تنظيم مدني في أب الفيط هلأ المهم بهذا الموضوع أنه في قانون قيصر يجب التمسك بقانون قيصر الذي يمنع إعادة العمار من شان ما ينعطى للنظام أموال جديدة وأموال إلا إذا الإيراني أخذ أموال مع سياسة بايدن لا لا استملاك لأن الاستملاك ما بيتم فقط عم يجبروا عالم العالم اللي بعدها ببيوتها عم يجبروها بالإغراءات المادية تفل وصار العالم كله يعني إن كان من خلال الاعتقالات أو من خلال التخويف أو سابقا الحصار والبراميل العالم فلت بشار الأسد عرض سوريا للبيع مقابل يحافظ على هاي الكرسي صرنا عم نحكي بالمفرق بالمناطق وعم برجع بلت من 2013 لأصير لاحقا بابا عمر درعة اتفاق المدن الأربعة تغيير ديموغرافي ومنفللهم بالأول هلأ منطلع قوانين نستملك أملاكهم وشي بيقلك إنه اللي ما بده يخدم بالجيش منفرض بتشبه كل شي إلا البلد بتشبه كل شي إلا بشروع دولة يعني وللأسف بعضهم بيقولوا لي دستور ولجنة دستورية وأستانا وسوتشي وهو يعني البلد كله راح وعم تفرج أنت نعم حتى بالصور التي تصل من دمشق بتشبه كل شي إلا مدينة دمشق طحي يعني صارت مدينة تابعة للإمبراطورية الفارسية بشكل كامل طحي عن سوريا تتحدثين شكرا جزيلا لك الكاتبة السورية علي منصور عينت موسكو مديرا جديدا لمرفأ ترتوس السوري هو الرابع منذ العام الماضي وتجنبت الأوساط الحكومية وسائل الإعلام في روسيا التعليق على إعلان مديرية مرفأ ترتوس تعين مدير روسي للمرفأ وبحسب المصادر فإن المدير الجديد للمرفأ لم يسبق له أن زار سوريا في حين أمضى المدير السابق نحو خمسة أشهر فقط في منصبه وكانت روسيا وقعت مع النظام السوري في أبريل عام 2019 اتفاقية بشأن استثمار موسكو لمرفأ ترتوس لمدة 49 عاما واستندت اتفاقية استثمار مرفأ ترتوس قانونيا على الاتفاقية الموقعة مع روسيا عام 2017 والتي نصت على توسيع مركز الأمداد المادي والتقنية التابعة للأسطول الحربي الروسي في ترتوس والذي تحول خلال السنوات الثلاث الماضية بعد عملية التوسيع إلى أكبر قاعدة بحرية روسية خارج البلاد وتعمل موسكو على توسيع حضورها في المرفأ حيث تنظم دورات لتعليم اللغة الروسية لتمكين موظفي المرفأ من التعامل بشكل أسهل مع إدارته لما حت وزارة الدفاع الأمريكية البينتاجون إلى إرسال المزيد من قواتها إلى الشرق الأوسط كجزء من مهمة تدريب موسعة حديثا لحلف شمال الأطلس لدعم القوات العراقية وضمان عدم صعود تنظيم داعش مرة أخرى ففي تصريحات للمتحدثة باسم البينتاجون قالت إن الولايات المتحدة تشارك في عملية تكوين قوة لبعثة حلف شمال الأطلسي في العراق وستسهم بنصيبها العادل في هذه المهمة الموسعة أوضح بدوره المتحدث باسم البينتاجون جون كيربي عبر تغريدة له على تويتر بأن بلاده تدعم مهمة النيتو الموسعة في العراق وستواصل القيام بذلك بينما توجد خطط لزيادة مستويات القوات الأمريكية هناك إذن مشاهدين على الرغم من المصاعب التي يعاني منها العراق في الآونة الأخيرة إلا أن من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلا أن حكومة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي استطاعت أن تتخطى العديد من العراقيل وتسجل العديد من الإنجازات على جميع الصعود في فترة تعد قياسية في إدارة الأزمات ووفق مركز روابط للبحوث ودراسات الاستراتيجية فإن الإنجازات التي قامت بها حكومة مصطفى الكاظمي منذ استلامه دفت الحكم هي إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع حيث أدخل التحسينات الجذرية على إدارة الدولة وبشكل خاص النظام المالي كما وعمل على محاربة الفساد على جميع الصعود في الداخل العراقي الحكومة عمدت على تهيئة البنية المناسبة والبيئة كذلك لخلق اقتصاد حيوي ديناميكي تنافسي ولعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وعالجت العوامل التي أدت إلى تدني إنتاجية العمل في العراق من خلال مساهمة وزارة المالية بتقديم قروض سريعة للشركات الصغيرة وكذلك المتوسطة وتيسير تمويل المشاريع الاستثمارية دور حكومة الكاظمي وصل حد حماية الفئات الفقيرة اقتصاديا من خلال تطبيق الإصلاحات التي تحميهم كما عملت الحكومة على تحسين البنية التحتية من خلال ترميم الشبكة الكهربائية وكذلك الصحة والتعليم والسياحة وإنشاء جسور للمشاة في عدة مناطق وتأهيل وتطوير عدة مشاريع لها علاقة بمحطات المياه كالتنقية والتخزين أما في قطاع البنوك المعتمدة على الحركة الاقتصادية والتنموية فقد تفاعلت حكومة الكاظمي إيجابيا مع هذا القطاع وأبرزت الكثير من الإيجابيات فيه فمنذ السلام مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة ارتفع احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية الدولار الأمريكي إلى أكثر من ملياري دولار اتخاذ الحكومة لكل هذه التدابير الملموسة والمهمة جدا في الأمد القصير والبعيد من شأنه أن يحقق للمواطن العراقي الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى ولو بشكل تدريجي أناقش هذا الموضوع مشاهدين مع ضيفي من لندن الذي ينضم إلي من هناك الأستاذ أحمد الطبقجلي خبير اقتصادي وبروفيسور مساعد في الجامعة الأمريكية في العراق مرحبا بك يا أستاذ أحمد إدارة الأزمات في العراق في ظل حكومة جديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي كيف تنظرون إليه؟ وهل بالفعل التقرير الذي أوردناه منذ قليل يماشي الواقع هو قريب من الواقع؟ أول شيء ألف شكر وأهلا وسهلا التقرير يعني بداية يعني حطب باله الواحد أن الحكومة عمرها كم شهر يعني جاء حكومة جدتي بشهر الخامس بعد نوعا من الوقوف السياسي مع البرالاسس السياسية لكم شهر فالحكومة بدأت وبدأت على خطوات صحيحة ولكن كل هذه الذكرت أنت بداية تأخذ مرحلة كبيرة قبل أن تصير تحوي على عرض الواقع بس كبداية كبداية جيدة جدا يعني كبداية كنية كهذا الأهم شيء ذكرت أنت أهم من كل شيء ذكرت أنت هو الرغبة في عادة دور الدولة بالمجتمع طيب والمشروع للقرحة له ورقة البيضاء تفضل أستاذ أحمد العوامل التي تساعد على تجاوز مسألة البداية والانتقال إلى مرحلة ما بعد البداية وتلمس المواطن العراقي شيء ما يعني على أرض الواقع يعني الموضوع ليس فقط قرارات وإنما العراقيون يريدون شيء ملموس طبعا الحقيقة تأخذها وقت عدة أسباب الأولى أنه لها السنة لأول السنة لأول مرة من السنة تقريبا العراق يتنفس نوعا ما لأنه أسعار النفط الرتفعت وإحنا كما لكل يعرف معتمدين اعتماد أساسي على النفط فأسعار الرتفعت نوعا ما وفرت نوعا من الاستقرار المادي للعراق يعني بعدها بكير عشان ما يطمئن بس كبداية جيدة جدا التحويل النواية وتحويل الخطأ وتحويل الأفكار إلى أرض الواقع مثل ما قلنا أول شيء يأخذ وقت في أحسن الظروف يأخذ وقت الشيء الثاني يأخذ يحتاج موافقة واتفاق سياسي الواحد لا ينسل حكومة السيد الكاظمي هي حكومة وجودها البرلماني ضعيف جدا يعني تحتاج موافقة الأكثرية الكتب بالبرلمان على أن تتوفر أو تسوي أي شيء تدير عليه فالعملية تأخذ فترة وإضافة لها أنه إحنا هاي سنة انتخابات سنة الانتخابات هو يصير أفكار وأشياءات يعني ما مضوري صح أول شهر في الانتخابات بالمرحلة ماذا أكون بالنتائج تفضل أول شهر في الانتخابات أستاذ أحمد يعني يعد السياسي المواطن بأن كما يقال بالعراقي يصبح البحر طحينا هي طبعا يعني الوعود الانتخابية تعرفها الكل تعرفها دائما حلوة ولطيفة وكأنه من السماء نازل عنه من السماء وكل شيء تمام الحقيقة دائما شيء آخر الصراحة بالنتيجة هي المهم بالحكومة هاي أنه النية والخطط موجودة لأول مرة بتاريخ الحكومات العراقية تطلع خطة إصلاح تعالج المرض وليس عوارض المرض هل تتحول هاي إلى برامج حقيقية هاي تعتمد على الوضع السياسي تعتمد على رح يصير منها لآخر السنة من ناحية الانتخابات وغيرها طيب بنصف دقيقة الوضع الاقتصادي وتغير أسعار النفط إلى أي حد يساعد حكومة الكاظمة على الاستقرار بالبلد أكثر يساعد جدا جدا لأنه النفط هو أكثر موارد دولة أكثر من 90% وأكثر شيء يصرف الدولة هو رواتب القطاع العام والقطاع العام أكثر شيء يأثر على الاقتصاد فمن هالناحية هاي بالحكومة عتها فلوس تدفع الرواتب بشكل عام حالياً توفر صرف بالبلد ويوفر نوع ما من الاستقرار وهذا ينطي مجال إنه نشتغل نعم ينطي مجال إنه واحد يسوي فجر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك من لندن الأستاذ أحمد الطبقجلي خبير اقتصادي والبروفيسور المساعد في الجامعة الأمريكية في العراق من المقرر أن يطلق صراح عشرات الجزائرين اليوم واعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الحراك بعد أن قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إصدار عفوا رئاسي عن نحو 30 شخصا من الحراك صدر بحقهم حكم نهائي وكذلك عن آخرين لم يصدر بحقهم حكم بعد ويتراوح عددهم الإجمالي بين 55 إلى 60 فرد يأتي الإفراج عن المحتجزين واستدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات في شوارع العاصمة الجزائرية ذلك لإحياء الذكرى الثانية للاحتجاجات الجزائرية وفي خطاب حل فيه البرلمان تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهد للجزائرين بالوفاء بجميع مطالب الحراك تفائلت منظمة الصحة العالمية ضد وباء كورونا في القريب العاجل فوفقا للمنظمة الصحة العالمية هناك أدوية وصلت إلى المراحل الأخيرة من التجارب السريرية وقد تكون جاهزة قريبا اذ طور باحثون في جامعة أمور الأمريكية انطلاقا مضادا فيروسيا واعدا من حيث مستوى فاعليته وطريقة تناوله من المستحضر الأساسي EIDD 2801 الذي يستخدم عادة لمكافحة جميع سلالات الإنفلونزا الموسمية ويتميز هذا الدواء بكونه الأول الذي يمكن تناوله في المنزل من غير الحاجة لحقنه في المستشفى وصلنا إلى نهاية هذه النشرة ونشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة